شفت ازاي بقى ضربات الجزاء انتو اللي حصلت القرعة انها هتتلعب ورا الجون التالتة الشمال وانتو كنتوا ناحى التانية خالص شفتوا ازاي الصورة دي الصورة طبعا تبقى ضغط على اللعيب انت ورا جمهور المنافس بتاعك يعني تبقى ضد لعيبة الزمالك ولا ضد لعيبة الاهلي ضد اي حد من الاتنين هي اكيدا كده ضغط على اللعيب اذا كان اهلي او زمالك هي اكيدا ضغط بس انا كلاعيبة كابتن بشوفها ان انا بخلاص باخد قرار وبركز في زاوية اما بركزها على اجوان اللي حولها وبدليل ان ان الزمالك جاب اربع تجوان والاهلي جاب اتنين وضايع اتنين تمام هنا وجاب تلاتة وضايع اتنين اعطاك تمام فان هو مثلا تأثر بالجمهور او تدي له دفع عكسي او كده لا هي كده كده بتضغطك انت فريق منافس او كان الجمهور بتاعك انا مع الناس هناك هي بس تضربت الجزاء اللي كنت خاف منها حسين اه بطن رجلو مش احسن حاجة في العام مجيد شط تلات دربات جزاء على فكرة جابهم جابهم كلهم جابهم ماشي بس بطن رجلو انا اعتقدت في باراجوي كمان الشيط تمام باراجوي في الولمبياد تمام هو عامل ماتش كورس اوي اوي علامي اه انت من جواك باحساسك بقى بطن رجلو مش احسن حاجة انا كتفاصيل انا بشوفها فنية اولا بطن رجلو مش جامد مش احسن حاجة فانا حطت ايدي على عناية معين اختلف معك شوية اقولك ليه اقولك ليه اصلا لان انا بشوف ان ما بيجي يطلع بالكورة بيعمل بطن رجلو جامد يعني بيطلع على الكورة بطن رجلو جامد الباص ممكن يطلعه جامد ما بين الخطوط اه انما كابتن لما بيجي في ضربة الجزاء يعني في ضربة الجزاء لما بيجي يقلب بطن رجلو بدلا ما بيحطاش على عدلته بيحطها على شمال الجول بطن رجلو بيباني انه ضعيف بس خل بالك هو دايما في كل اهدافه اللي جاد دربة الجزاء بيثبت الحارس يعني يروح واسدك وروح اميلها كده لو عملها بيعملها على يمين الجول بتطلع قوية وجامدة اه انما كابتن لما بتفتح منه البرا مش جامدة فهو حطاعة الشمالوية رايحة انا قلبي واقف اه بجد عشان يراحة بالراحة اه يعني مش راحة سريعة اه هنا شوية لما دخلت قلت الحمد لله انا بالنسبة لي خلاص شفتوا شفتوا ازاي طاقم التحكيم الطاقم التحكيم شوية كان في تفاصيل في الملعب كابتن ممكن يبقى فاول بتعمل به هجمة مرتدة تيك فاول ما يبقاش فاول يحسبه يعني انت خلاص هل يقول لك حاجة احقاقا للحق يعني غير بقولة حسين الشحات انها ممكن تبقى طرد او قولة اومر كمال او بتاعة كان في فاولات للاهلي في الشروط التاني ما كانش بيحسبك كانوا بيحاول يراضي الزمالك بفكرة انه هو مغلوب يعني ما بيحسبش فاولات كلام حضك صح هو في بداية كان مزبزب وتفاصيل كتير فاولات يحسبها عليك كتير انت نفسك لما بتعمل كومباكت وبتقطع كرة من نادي الاهلي تعمل به هجمة وعدة لا يقولك فاول مثلا يوقف الكرة بيعرف يحجم الماتش كواس بس بعد البنالتي والموضوع اللي حصل ده كله هو اتخض طب هسألك سؤال بقى كنت انت وانت وورا الجون تلتة يمين كنتوا شايفين رامي ربيع وهو بينام بعد ضرب من هناك كنتوا شايفين عمر كامل شايفين ناصر منسي لا هو واحد بيعمل كده وخلاص لكن ما تبقاش بين على ما جبهاش على الشاشة لا ما جاتش على الشاشة بس هي الفكرة ان في ناس بتطلع تحامي يعني اللي هو ده بيعملها مش عارف لمين والتاني بيعملها وعمر كامل بنتخته يعني في ناس ساعد بتهزر لا هو قصد ان هو ممكن يقولك بالنسباله هو شايف ان انا ممكن اكسب وانا مرتاح انا الضغوط راحت من علي انا اخد البطولة عادي انا النادي الاهلي عادي هو بيحتفل بمزاجه فانك تبرر له الاحتفال بتاعه ده مش صح انت بتبرر في الغلط فطبعا الحاجة دي هو شو بيحاول ان هو يشيل الضغط من عليه ايه ركب الفرقة التانية استرس انت مجبر انك تجيب خليك تركز مع التفاصيل بتاعته دي بس مش حاكوا هيصة طبعا مش مش فصات بتاعه مخدمة دي طيب هسألك سؤال